الفنية دي خاصة بموسماني محمود متولي خلاص قلنا شوفي تماما حتة التواجد برضو راجع الموسماني شوفي تماما الدخول بقى ياخد خمس دقائق عشر دقائق دي راجع الموسماني محمود وحيء أخيرا بقى محمد محمود وكريم ندفد الملف ده الكابتن محمود الخطيب أفله قالك محمد محمود وكريم ندفد مش هيشاركه في مباريات قبل التأهيل النفسي ويبدأ النادي الأهلي يتواصل كده مع أخصائي نفسي عشان يأهل محمد محمود وكريم ندفد بفرمان من الكابتن محمود الخطيب ليه؟ قالك لعيبة بقالها سنتين ثلاثة ملاعبة شكورة بسبب الإصابة ربنا يشفيهم ويحفظ كل لعب إصابة وبتتجدد بترجع إصابة بتتجدد بترجع إصابة بتتجدد على مدار واحد ثلاث سنين ولعب ستة وعشرين شهر فقالك يتأهله نفسيا أنا مش عايز أدفع بلاعب وينزل الضغط النفسي ده ممكن يكلفنا غياب اللعب وتجدد الإصابة فتأهيل محمد محمود وكريم ندفد نفسيا قبل المشاركة في أي مبارا طيب ثواني كده نشوف لسه معلش أنا بحاول خلونا بقى هو آخر خبر معايا كارتيرون قال لعواد انت عايز تمشي ويه المدرب العام قالك ايه؟ مع السلامة أنا بقى بقولك مفيش فرصة إجباري لمشي لألعب اتمرن وهتاخد فرصة هتاخد فرصة اتمرن وهتاخد فرصة هتاخد فرصة عواد كان مستق جدا من تصرحات المدرب العام وقالك حتى لو أنا عقبت جلسة وقلت للمدرب العام أنا عايز أمشي يطلع في الإعلام ده عايز يمشي عايز يمشي عايز يمشي عايز يتمرن عايز يمشي وإحنا قلنا له مع السلامة هتعرض وفعلا هجوم كبير من ساعة من وقتها من جمهير نادي الزمالك فكارتيرون قال له اتمرن مفيش فرصة بالإخبار ما تقوليش لمشي لا لعب لا اتمرن واستنى فرصة الموجز خلص وأخبارنا خلصت يلا بينا نطلع فاصل سريع جدا 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 ونرجع مع هجمتنا المرتدة فاصل والهجمة المرتدة